اشتركوا في القناة علينا بأهلها وأرضها ومناخها واليوم هذا نصر بن سيار يخبرني أن الكرماني قد خرج عليه إنها هنا سريتين خارج دمشق وأخرى خارج بغدان إن شئت فرسل بهما إليه ليعيد الفتنة يا أمير المؤمنين إنما أنت رجل طيب يا عبد الحميد أما الحرب وتحريك الجند فمن شأني وأنا أعلم به منك وأعلم يا ابن يحيى أن الكرماني قد جمع حوله مئتي ألف من الجند وأن جندنا هناك منقسمون منكسرون قد دب بينهم الخلاف والعداوة فلا يدرون أهم أعداء أنفسهم أم أعداءهم الخرسانيون إذا حق ذلك يا أمير المؤمنين وأن الكرماني قد جمع له مئتي ألف فإنه بذلك سيضعف نصر عن ملاحقة أبي مسلم لقد كتب لي نصر أبياتا في أسفل هذا الكتاب هاك اقرأ أرى تحت الرمادي وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الشر مبدأه كلام وقلت من التعجب ليت شعري أعقاض أمية أمنيام فإن يقضت فذاك بقاء ملك وإن رقدت فإني لا ألام فإن يكوا أصبحوا وثوونياما فقل قوموا فقد حان القيام وهل استفحل بهم الأمر حتى وصل إلى هذا الحد؟ ويريدني وأنا بهذا الضيق أن أرسل له من يعينه على أمره أرى يا أمير المؤمنين أن خطر العباسيين أشد من خطر الخرسانيين فهؤلاء بيننا وفي أوساطنا وأولئك بعيدون عننا واستقرار بلاد المسلمين إنما يكون باستقرار مدينة الخلافة يا مولاي صدقت لهذا جئت بك وزيرني عبد الحميد أريده في السجن وأمنعوه عن مخالطة الناس من يا أمير المؤمنين؟ إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أريده في السجن حتى أقطع صلته بكل من يتولاه ممن خدع به هو في الحميمة يا سيدي لذلك عليك أن تسرع إذا كنت تريد أن تبقى قائدا في جيشي وأنا أكون أميرا لك وإلا فإن هؤلاء قادمون لي ولك هل انتظر أمير المؤمنين ريثما نعرف من معه ومن دعاته؟ حسنا ولكن شددوا عليه رقابتكم وارصدوه وأهل بيته وأبناءه وكل من يدخل عليه أنتم ترون يا إخوتي تشرذم بني أمية واختلافهم وتعرفون أننا بدأنا نقطف الثمار ما زارعه وأبي ولولا تشرذمهم وخلافهم لكان الأمر أصعب علينا ولو نكن نأمل أن يتبعنا الألاف من المسلمين هل من جديد يا أخي؟ لقد بعث إلي أبو مسلم الخرساني أخبارا يطمئنني بأن أتبعنا ينتظرون إعلان دولتنا حقا؟ هل جاء الوقت لنكون خلفاء المسلمين؟ إذا استفدتم من أخطاء غيركم فقد يكتب الله لكم الخلافة ودوامها وإذا وقعتم فيما وقعوا فيهم من تفكك وخلاف وطمع فستنتهون كما ينتهي عهدهم أمام عينكم ما أصدق رحمك الله يا أبتي لتك كنت حاضرا وترح صاد ما زرعته يداك السنين الطوال سأكتب إلى أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخرساني أن يمهدا لإعلان خلافتنا من أين أنتم قادمون؟ من خرسان؟ وإلى أين الوجهة؟ إلى مكة لأداء فريضة الحج ترجمة نانسي قنقر هذا رسول أبي مسلم يا سيدي السلام عليك يا سيدي عليك السلام أنت عربي؟ نعم يا سيدي حسنا اذهب مع الغلام حتى يطعمك واسكيك ريس ما أتفرغ لك رسول أبي مسلم؟ لماذا يبعث أبو مسلم إلي يا بسول؟ خطب علي عليه السلام فقال مخاطبا الناس ليتأسى صغيركم بكبيركم وليرأف كبيركم بصغيركم ولا تكونوا كجفات الجاهلية لا في الدين يتفقهون ولا عن الله يعقلون كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزرا ويخرج حضانها شرا افترقوا بعد ألفتهم وتشتتوا عن أصلهم فمنهم آخذ بغصن أينما مال مال معه على أن الله تعالى سيجمعهم لشر يوم لبني أمية كما تجتمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب ثم يفتح لهم أبوابا يسيلون من مستثارهم كسيل الجلتين حيث لم تسلم عليه قارة ولم تكبت عليه أكمة ولم يرد سننه رص طود ولا هداب أرض يذعذعهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في الأرض يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ويمكن لقوم في ديار قوم فهل يزول ملكهم عما قريبا يا سيدي؟ قال أمير المؤمنين وأيم الله ليذوبن ما في أيديهم بعد العلو والتمكين كما تذوب الألية على النار أيها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم لكنكم تهتم متاهبني إسرائيل ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد وكأن أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن يومنا هذا خذ لقد قال لي أبو مسلم إنك ستمدني بخمسين ألف دينار حتى يصرفها على الدعاء وهو في طريقه إليك لا ربما أرسلها له فيما بعد اذهب الآن رافقتك السلامة أمرك يا سيك قصدت الإمام الصادق باكراً فاستأذنت الدخول عليه فأذن لي وأمرني بالجلوس فجلست فالتفت إلي يحدثني قائلاً الحمد لله مدبر الأدوار ومعيد الأكوار طبقاً على طبق وعالماً بعد عالم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن عدلاً منه تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون وبذلك قال الرسول الأعظم أعمالكم ردت إليكم يا مفضل الخلف حيار عاملون سكار في طغيانهم يترددون وبشياطينهم وضواغيتهم يقتدون بصراء غمي لا يبسرون نطقاء غم لا يحيون سمعاء صم لا يسمعون رضوا بالدون وحسبوا أنهم مهتدون حادوا عن مدرجة الأكياس ورتعوا في مرعى الأرجاس الأنجاس كأنهم من مفاجأة الموت آمنون وعن المجازات مزحزحون يا ويلهم ما أشقر وأطول عناءهم وأشد بلاءهم يوم لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله لا تبكي يا مفضل تخلصت إذ قبلت ولجوت إذ عرفت غريب الأمر إبراهيم بن محمد لقد أوصى خرسائيه أن أحضر له المال وأصر على ذلك فلماذا لم يعطي إياه ليت شعري ماذا كتب إبراهيم بن محمد لماذا لم يجده إلى طلبه لأنني جئته مرة أولى هل حقاً شك فيه سأرم بها بدأ الشك يقتل هل سمعتم أن يزيد من الوليدي قد مات؟ أنا سمع بعد وفاة يزيد فإن إبراهيم أخاه أضحى الخليفة من بعده ولكن لم تستقر له الأمور بعد أنا لا يهمني من هذا الأمر شيئاً فليموت من يموت وليقم بالأمر من يقوم قل لي ما هي حاجيات الناس هناك؟ ما الذي يفقدونه؟ أحسنت فقضاء حاجة المسلمين والمحتاجين أمر يحبه الله فجزاك الله خيراً أريد أن أعرف حاجياتهم كي أرسل لهم بقافلة كبيرة ففي الحروب يمكننا أن نبيع الدينار بثلاثة فجزاك الله خيراً فجزاك الله خيراً فجزاك الله خيراً فجزاك الله خيراً أطلب الأمانة يا أمير المؤمنين لك ما طلبت انهى يا أمير المؤمنين هذا أمر يهمك أنت رسول إبراهيم بن محمد بن علي نعم يا سيدي ومستجير بك وأين هو الآن؟ لا يزال في الحميمة يا سيدي أحقا طلب من أبي مسلم أن يقتلك لأنك رسول عربي؟ نعم يا أمير المؤمنين فهو يريد رسولا يأمن منه أن لا يقرأ ما يكتبه ذي أبي مسلم وإن قرأ لا يفهم كما فعل صاحبنا لا تخش شيئا فأنت في أمان بيننا خذ هكذا إذن يا إبراهيم يا أبو عبد الله أخبرنا عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر الجحود والجحود على وجهين والكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة وكفر النعم فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار وهو قول صنفين من الزنادق يقال لهم الدهرية وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تتبت منه ولا تحقيق لشيء مما يقولون وأما الوجه الآخر من الجحود فهو الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ويقول الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وهذا تفسير وجهي الجحود والوجه الثالث من الكفر كفر النعم وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقال تعالى لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به وهو قول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبلهم منهم ولم ينفعهم عنده فقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة وذلك قوله عز وجل يحكي قول إبراهيم عليه السلام كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني تبرأنا منكم وقال يذكر إبليس وتبرئته من أوليائه من الإنس يوم القيامة إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة أرى أن الأمور قد تفلت من أيدينا يا مولاي كيف؟ لقد قرأت رسالة إبراهيم مرات ومرات فوالله ما كتبها بهذا اللحن من الكلام إلا وهو وثق بما في يديه لقد قلت مراراً لا تتركوهم لاحقوهم حيث كانوا اقتلوهم شردوهم هؤلاء يهزون ملكنا اهدأ يا أمير المؤمنين فنحن نقوم بكل ذلك هم يعملون ونحن نعمل والغلبة لنا بإذن الله نرجو أن ينصرنا الله على بني العباس كما نصرنا على غيرهم أحسب أنني يزيد أو إبراهيم بن الوليد؟ كلا أنا مروان بن محمد نعم مروان بن محمد وسأكون لهم بالمرصاد أين إبراهيم بن محمد للآن؟ ترجمة نانسي قنقر أنت إبراهيم بن محمد للآلي؟ نعم خذو أهلاً أخيراً ها هو إبراهيم بن محمد في قصرنا ما هذه الجموع التي خرجت بخراسانة تطلب لك الخلافة؟ ليس لي علماً بذلك لا تعلم؟ يهتفون باسمك في المدن والقرى وأنت لا تعلم؟ إن كنت تريد التجني علينا فدونك وما تريد أن تأمير المؤمنين ولا يحسبك أحد فتجن إن شئت؟ إن جواسيسنا يعرفون كل شيء عنكم وأنت تنكر؟ جواسيسكم يكذبون ولا شك فقد تربوا في بيوتكم وأكلوا من طعامكم فالكذب أهون ما يفعلون من كان مثلكم ومن بيوتاتكم لا يرفع رأسه أمام بني أمية ومن أنتم حتى لا ترفع روسنا أمامكم أنتم تعرفون من نحن لا ينحني رأسنا إلا لله لن ترى ضوء الشمس ثانية يا إبراهيم سنرى سنرى يا مروان لقد عرفنا السجن الذي أخذ الإمام علينا وماذا سنفعل إن عرفنا ذلك؟ لو كان الأمر لي لما تركته في السجن؟ الأمر ليس بيدنا يا داود سنلفت النظر وستتعدد أهدافنا قطاضية والله ما جاء بكم إلا خبر عظيم ما وراءكم؟ لقد ألقوا القبض على الإمام وسجنوه يا صخر الإمام؟ لعنهم الله ما العمل الآن؟ قررنا أن نتجه إلى حيث يجتمع جيش الإمام متى؟ غدا فإما أن نعود بالإمام وجيشه وإما أن نقتل دونه سأخرج معكم ونحن سنكون بانتظارك هيا سلام بأمان الله وحفظي بأمان الله وحفظي لا أجد ما أقوله لك يا هند ولكن خروجي معهم حتم أعدنا خدته على نفسي أن أكون في نصرة الإمام وماذا عن سكينة؟ هي والله أعز علي من روحي لا تخرج إذن لا تيتمها وهي صغيرة ولكنها ليست أعز من رسول الله ولا من ذريته يا هند لك في زينب ابنتي علي وسوة حتى تؤجري معها وتكتبي كمن سبي معها كيف يا سخر؟ لقد مات الحسين وماتت زينب ومات زيد ومن معه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب قوما حشر معهم ومن رضي عن عمل قوم أشرك في عملهم فاجعل هذه النية في قلبك يا هند كي تكتبي معها عليه السلام موسيقى صخرة في فناء البيت صخرة؟ فليدخل فليدخل لا 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 انتظر سأذهب إليه أرتقيه خارجا امسك يا جوهر امسك صخرة أهلا بك يا أخي لي عندك حاجة يا زهير أنا بخدمتك فأنا وأنت صغران صدقت لكن خدمتك هذه من باب آخر فأنت بنظري أمين ورأيت أمانتك في خدمتك للمرحوم أبي واهل ورأيت ثقته فيك لقد ذهبت تلك الأيام بلا رجع فطلحة يحسب علي أنفاسي ويخونني بل يخون كل من يعرف هل أنت راغب بقضايا حاجتي؟ نعم يا أخي اذكرها لي وسأسعى لقضائها بإذن الله تعالى هذا الرجل يأتي بالطعام لإبراهيم بن محمد كل يوم ويبيت معه حتى بتنا نظنه أحد السجناء لدينا أفهم؟ هيا أخذوا السلام عليكم يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قل أنا يروق لك الطعام أما الطعام فالحمد لله رب العالمين أشكرك وأهل بيتك على مواساتي في هذه المحنة ولكن أن لي الاستمتاع بطعام في هذا المكان سأتركه قريبا منك كل ما تشئت جزاك الله خيرا يا أبا سأنام خارجا نادينا نحتجته إن شاء الله اسمع يا أبا عبيدة أريد أن أوصيك بشيء قل لإخوتي إن الخلافة من بعدي لأخي أبي العباس وأمركم أن تغادروا الحميمة إلى الكوفة على عجل فإني لا آمن عليكم من القتل إن بقيتم أستودعكم عند من لا تضيع عنده الودائح موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بل لنخرج من الحميمة الى اين؟ الموت عندي اهول من الخروج هاربا من بيت الى بيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن انتم حتى تستطيعوا فعل ذلك انهم بن العباس اولاد عمومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة 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 في القناة في واحد من جنبه تسعة أضلاع وفي وقده ثمانية وفي الرأس ست وثلاثون وفي الفم ثمانية وعشرون أو اثنان وثلاثون سناً كل ذلك بتقدير من العزيز الجبار تعالت قدرته وجلت عظمته أيها الأخوة هذا هو اللواء الذي بعثه لي سيدي رهيم الإمام رحمه الله وهذه رايته رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير رحمه الله محمد ما هذا المكان؟ أتعرف هذا المكان من قبل يا صخ؟ أجل يا صاحبي أجل ولي فيه ذكريات كثيرة هيا يا رجال فلنسترح قليلاً هيا هيا ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هو السبب ذاته الذي جاء بك ومن معك لنصرة الرضا من آل محمد سيدي قافلة محملة بما لد وطاب يا سيدي من بلاد ما وراء النهرين ثياب مزركشة وأوان معدنية وفيها فخار ملون لا عين رأت مثله من قبل وكيف عرفت ذلك؟ سيدي أعطني إحدهتين الصرتين وسأخبرك أمراً إن أردت أن تذوق حر هذا الخنجر فاعد علي أن قلته مرة أخرى قل له إن أبا سلام غير مرتاح فأبو العباس والمنصور ليسا وجوها كإبراهيم وإني يريد أن أجعلهما بين بني عني وبين بني العباس ليختاروا من بينهم ولكن أخاف أن لا يتفهم تحقق من الأمر ففي هذا المكان تكثر ذئاب الجائحة لابد أنهم قادمون يا سيدي أين؟ فأني لا أرى شيئا